اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي دراسة النفسية يقولون ان المرأة افضل علاج نفسي لزوجها وان الزوج افضل علاج نفسي لزوجته الزواج يطيل الاعمار ومرة في حفلة من حفلات الاعراس بينما كنت احدثهم عن هذا الاستبيان وهذا التقرير بان المتزوجين اطول الناس اعمارا همس احدهم في اذني ليقول ترى هل يتناسب العمر مع عدد الزوجات ما حكم الزواج في الاسلام هو حديث حلقة اليوم ترد على الزواج ايها الاخوة احكام فقهية اربعة الزواج يكون فرضا في بعض الحالات واذا قلت لكم انه فرض فاعلموا ان فاعله يثاب وان تاركه يعاقب صلاة الظهر فرض من صلاها يثاب ومن تركها عليه اثم ويعاقب صوم رمضان فرض من صام رمضان يثاب ومن ترك الصيام فانه يعاقب الزواج في بعض الحالات يكون فرضا فاعله يثاب وتاركه يحاسب ويعاقب والزواج حينا ايها الاخوة يكون سنة فاعله يثاب وتاركه لا شيء عليه والزواج حينا يكون مكروها فاعله لا شيء عليه لكن تاركه يثاب وفي بعض الحالات يكون الزواج حراما من تزوج في بعض الحالات فقد ارتكب حراما والحرام فاعله يعاقب وتاركه يثاب في بعض الحالات يكون الزواج حراما لا يجوز لك ان تتزوج في بعض الحالات واذا تزوجت فقد ارتكبت حراما الزواج يكون مفروضا ويكون مسنونا ويكون حراما ويكون مكروها كيف تقع هذه النقاط الاربعة هو مادة حديثي اليوم الزواج يكون مفروضا ايها الاخوة لكل من ملك طاقة جسدية ومالية للزواج ولكل من تاقت اليه نفسه ولكل من خشي على نفسه الوقوع في الحرام ان لم يتزوج من ملك هذه الامور التلاتة صار الزواج في حقه فرضا من ملك الاهبة للزواج عنده قدرة جسدية لان يتزوج رجلا كان او امرأة عنده حاجة جسدية للزواج وعنده قدرة مالية للزواج ثم هو تتوق نفسه للزواج يتمنى ويشتهي ان تكون له زوجة او ان يكون لها زوج ثم يخاف على نفسه ان لم يتزوج ان يقع في الحرام والعياذ بالله ان يقع في الزنا هذا الواجب عليه ان يتزوج وهو اذا تزوج نال اجرا ونال رتبة عالية وان ترك الزواج اذا قال يا اخي خليك عصفور طيار اذا قالت الفتاة لا خليني انا اتنقل من زهرة الى زهرة اذا قيل لهذه الفتاة لماذا تأسرين نفسك في بيت زوجك كني مرتاحة في بيت امك وابيك وتركت الزواج وقد تملكت هذه الامور الثلاثة فانها ارتكبت حراما لان الزواج في حق هذه الفتاة فرض ولان الزواج في حق هذا الرجل فرض يقول الله تعالى في قرآنه الكريم في سورة النور وانكحوا الايام منكم انكحوا يعني زوجوا الايام من لا زوج لها او من لا زوج له الايام جمع ايم المرأة التي لا زوج لها ايم والرجل الذي لا زوج له لا زوجة له ايم الله يقول وانكحوا زوجوا يا عبادي وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله هذه انكحوا فعل امر وكل امر في القرآن الكريم مصروف الى الفرضية ما لم يصرفه صارف والخطاب في كلمة انكحوا هي لاولياء الشباب واولياء البنات يا والد كل بنت انكح ابنتك التي لا زوج لها اذا جاءك الشاب الكفء ولا تقل له والله ابنتي تدرس الان في الجامعة هي في السنة الثانية بس تنتهي من الجامعة سنزوجك لا الله يقول انكحوا زوج ابنتك يا ايها الاخوة تشاهدون احيانا بعض الفتيات يرسلن رسائل الى اقنية فضائية مختلفة يقولن فيها انا فتاة عمري كذا من بلدي كذا هاتفي كذا اريد زوجا انكح ابنتك زوجها اذا جاءك الكفء قبل ان ترسل ابنتك رسالة الى شريط اخبار يرسل على اقنية فضائية ليشاهد الناس جميعا اسمك واسم ابنتك الباحث عن زوج هذا الخطاب لكل والد فتاة انكحوا وهذا الخطاب لاغنياء المسلمين يا ايها الاخوة الزواج في هذه الايام صعب ولا يستطيع شاب بدون مساعدة ان يتزوج الا ما ندر اللهم النادر النادر فتعالوا نساعد الزواج الا تفعلوا تكون فتنة في الارض يكون فساد عريض في هذه الارض ولعل من اوسع ابوابي الخير في هذه الايام مساعدة الشباب على الزواج مساعدة الفتيات على الزواج انكحوا خطاب لوالد كل فتاة انكحوا خطاب لكل غني من اغنياء المسلمين يجدوا معه ساعة في المال ان يزوج من لا زوج لها او من لا زوج له انكحوا خطاب لمن بيدهم القرار في بلاد اسلامية وعربية بل في الكرة الارضية ساعدوا الناس سهلوا الناس على الزواج لان الزواج في بعض الحالات فرض وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة يعني نفقات الزواج وقدرات الزواج واهلية الزواج فليتزوج هذه كلمة ليتزوج اللام لام الامر مقترن بفعل مضارع الصيغة صيغة امر يعني تزوجوا بعض العلماء قالوا من هذا الحديث ان فيه امرا للزواج فالزواج فرض وان كان جمهورهم قال على سنية هذه الكلمة في هذا الحديث لكن بعضهم قال بانه فرض الشاب الذي يستطيع منا ان يتزوج وقد تاقت نفسه الى الزواج ويخاف على نفسه من الوقوع في الحرام فليسارع نحو الزواج وان الله تعالى لا شك سيعينه لكن ايها الاخوة ماذا على من تاقت نفسه الى الزواج ولا يجد اهبتان ماذا على شاب يتمنى تتشوف نفسه يتطلع الى الزواج يتوق اليه لكن ما عندوش مال يستطيع ان يتزوج به ماذا على فتاة تتمنى ان تكون زوجة لتنال اجرا كبيرا لكن اباها يمنع الخاطبين عنها او انها فقيرة جدا لا يقرع بابها او ان هذا الشاب فقير جدا لا يستطيع قرع باب احد قال الله تعالى في دواء لهذا الشاب وفي دواء لهذه الفتاة وكم في كلام الله تعالى من ترياق وكم من برد وسلام ينزل الى قلوب ابنائنا وبناتنا اذا تصفحوا القرآن الكريم وقرأوه بوعي وبتمهل بعد طاعة وعبادة لله قال الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله لا تخاف ايها الشاب والله ما انطلبت العفة حتى يطلبك الغنى والله ما انطلبت الامتثال لامر الله حتى يسرع الفرج نحوه اشتد ازمة تنفرجي قد اذن ليلك بالبلجي عما قريب ستنفرج هذه الغمة عنك وسيكون لك بيت وستكون لك زوجة وسيكون لك اولاد ويوم اذا تفرح بعطاء الله تعالى ولكن انت ابقى عفيفا الحديث الذي تحفظون والذي مر قبل قليل يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج له سبب ورود يقول عبدالله بن مسعود كنا شبابا لا نجد شيئا ما عندنا مال فقراء وربما سكنوا داخل المسجد كنا شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحفظ للفرج ومن لم يستطع لا يملك تتوق نفسه لكن لا يملك مالا لا يملك نفقات ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء الله سيعينك ولا شك ان مع العسر يسرى وسيجعل الله بعد عسر يسرى الان ايها الاخوة يوجد نقطة في اية في سورة النور يقول الله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا اقرأوا الاية مرة ثانية ودققوا في كلماتها ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا اسألكم هل يوجد ابو في العالم عاقل شريف نقي يأخذ بيد ابنته ليجبرها على البغاء على الزينة على الحرام اللهم لا اذا ما معنى الاية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء اذا ضيق الابو على الخاطبين قرع بابه خاطبون كثر لابنته فضيق عليهم وشدد عليهم وغال مهر ابنته فانهم سينصرفون وستبقى الفتاة بغير زوج وبهذه الطريقة يكون دعاها ابوها ودفعها بطريقة مباشرة او غير مباشرة نحو الذهاب نحو الحرام وربنا يريد منا ان نسهل الزواج وان نساعد الناس على الزواج وفي الترمذي قول للنبي صلى الله عليه وسلم يا علي ثلاثا لا تؤخرها الصلاة اذا آنت والجنازة اذا حضرت والايم اذا جاءها كفؤ هذا ايها الاخوة النوع الاول من انواع احكام الاسلام في الزواج الزواج فرض نكونوا مع فاصل ثم نتحدث عن الزواج المسنون والمكروه والحرام فكونوا معنا مرحبا بكم مرة ثانية في الحلقة الثانية من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية تكلمنا في هذه الحلقة عن حكم الزواج وذكرنا قبل الفاصل بان الزواج له احكام اربعة الزواج يكون فرضا ويكون مسنونا ويكون حراما ويكون مكروها وفي كل واحدة من هذه الحالات الاربعة له حالات خاصة تحدثنا عن الزواج المفروض متى يكون مفروضا كل من ملك اهبة وتاقت نفسه للزواج وخاف على نفسه الحرام فالزواج في حقه فرض الآن الزواج المسنون كل من ملك اهبة للزواج جسدية ومالية وتاقت اليه نفسه يتمنى ان يتزوج لكن لا يخاف على نفسه الزنا وهذه حالة عدد كبير من الفتيات ومن الشباب الزواج في حقه سنة مسنون لك اجر اذا تزوجته كل من ملك اهبة وتاقت نفسه الى الزواج لكن لا يخاف على نفسه الزنا والوقوع في الحرام فالزواج في حقه مسنون لكن هناك نقطة ايها الاخوة العلماء في كتبهم درسوا قضية دقيقة وفيها لطيفة علمية قالوا ايهما افضل الزواج او التفرغ للعبادة ما رأيك ان تبقى في المسجد ناصبا قدميك للطاعات مقبلا بوجهك على القبلة وعلى حضرة الله تعالى فاتحا كتابك منصرفا الى قراءة قرآنك صائما النهار قائما الليل عبادة ايها افضل ان تتفرغ للعبادة او ان تتزوج جمهور العلماء قالوا الزواج افضل تخيلوا هذا الاجر الكبير للمتزوج كأنه يقوم الليل كأنه يصوم النهار كأنه متفرغ للعبادة في مسجده لكن الزواج افضل ثم طرحوا قضية اخرى ايها افضل الزواج او التفرغ للعلم بعضهم قال التفرغ للعلم افضل وبعضهم قال الزواج افضل لان الزواج نفعه متعدي انت بالزواج تنفع نفسك وتنفع الاخرين والعلم ايضا نفعه متعدي اما العبادة فنفعها قاصر انت تستفيد فقط من عبادتك لكنك بزواجك تنتفع انت وتنفع اهل بيتك وتنفع اولادك وربما تنفع المسلمين بولدين يأتين منك يكون صلاح الدين الايوبي او يكون عمر ابن الخطاب جديد لهذه الامة الزواج يكون مسنونا لمن ملك الاهبة وتاقت نفسه لكنه لا يخاف على نفسه الزنا الان متى يكون الزواج حراما متى لا يجوز لك ان تتزوج متى يحرم على الفتاة ان تتزوج متى يأثم الشاب اذا تزوج قال العلماء من ايقن قال العلماء من ايقن وراقبوا كلمة ايقن من ايقن انه سيؤذي زوجته جسديا او ماليا فان الزواج في حقه حرام لان الله تعالى لان الله تعالى يقول يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا من ايقن انه يظلم الزوجة كيف مثلا لو ان شابا معه مرض جسدي يمنعه من الاقتراب لزوجته وهو يعرف من نفسي هذا المرض ودفعه اهله نحو الزواج وقالوا نريد ان نفرح بك نريد ان نزوجك نريد ان نراك عريسا في حفل العرس ينبغي على هذا الشاب ان يقول لهم هذا لا يجوز ان اظلم فتاة تقترن بي ثم انا لا اصطيع ان اؤدي حقها الجسدي او حقها الجنسي من ايقن انه يؤذي زوجته جسديا فالزواج في حقي حرم ايضا من ايقن انه يؤذيها ماليا يعني بعض الناس يا ايها الاخوة عنده شح كبير والله يحدست عن رجل قال اذا خرج من بيته البراد وضع له مفتاح وقفل يقفل باب البراد بيده ولا يفتح باب البراد حتى يعود من وظيفته مرة اخرى بخل وشح شديد ماذا ستأكل هذه المرأة في غيابك من ايقن انه يؤذيها بنفقته لا يستطيع ان ينفق على انسان اخر معه لا يستطيع ان ينفق على اولاده هذا حرام ان يتزوج احيانا طالب في الجامعة في السنة الثانية يتقاضى مصروفا من والده يأخذ في الاسبوع مبلغا بسيطا زهيدا بالكاد ان يكفيه ان يكفيه وحده ثم ابوه ليس مقتدرا على اعانتي على الزواج يقول لك يا اخي لقد تعرفت على فتاة في الجامعة اريد ان اتزوجها طيب تتزوجها كيف تنفق عليها اين ستعيش هذه الفتاة من اين ستطعمها اين هو النفق اين هو المدخول ما عندك انت ستؤذي هذه الفتاة لذلك الزواج في حقك حرام اذا ايقنت انك ستؤذي هذه الفتاة كل من ايقن انه يؤذي زوجته او الزوجة لو ايقنت انها تؤذي زوجها لو كانت الزوجة لا حاجة لها بالرجال بسبب مرض نفسي او مرض عضوي وجاءها الخاطبون ينبغي ان تقول لامها يا امي انا لا استطيع الزواج والسبب كيت وكيت لا اريد ان اؤذي رجلا بالزواج مني وهذا الحكم الثالث للزواج الزواج حرام الحكم الرابع والاخير ان الزواج مكروه قال العلماء من خاف ان يؤذي زوجته خاف حرام اذا ايقن اما اذا خاف فالزواج مكروه من خاف ان يؤذيها جسديا من خاف ان يؤذيها ماديا يكره في حقه الزواج حتى يسلك على ايدي المرشدين والمربين حتى يدربوه كيف يصير كريما على زوجته وعلى اولاده وعلى نفقته عليهم حتى لا يؤذيهم اذا تزوج ثم العلماء قالوا ايها الاخوة ان الخطبة على الخطبة حرام او مكروهة يأثم من فعل هذا الامر وزواجه اذا تزوج بعض الطريقة يكون مكروها ما معنى الخطبة على الخطبة يأتي شاب فيخطب من عائلة الفتاة جيدة خلوقة جميلة حسيبة نسيبة يحدث صاحبه بالامر يقول انا طلبت يد فلانا انا وعدتهم بزواج وبيني وبينهم حديث واذا بصديقه يذهب ويخطب هذه الفتاة فاذا حدث ان وافق الاهل على الصديق وتزوج هذا الشاب الثاني فزواجه مكروها وفي النوادر ان المغيرة وهو داهية من دواهي العرب يقول ما غلبني احد برأيه ورجحة عقله الا غلام استشرته مرة في خطبة فتاة كانت جميلة وحسيبة واديبة ونسيبة فقال لي ايها الامير انها لا تصلح لك قالت لما قال لقد رأيت رجلا يقبلها قال فامتنع المغيرة الصحابي وكيف لو ان يتزوج فتاة انقبلها رجل واذا به بعد حينين يدعى الى زفاف هذا الشاب ويفاجأ ان العروس هي نفس العروس التي كان خطبها المغيرة فذهب المغيرة الى الفتاة وقال يا فتاة اما قلت لي لقد رأيت رجلا يقبلها قال نعم لقد رأيت اباها يقبلها يقول المغيرة ما غلبني احد برأيه الا هذا الغلام الطبع هذا لا يجوز في الشرع وهذا حرام والزواج على اثره مكروح وايضا يكره في ختام هذه الحلقة زواج الغرور زواج الغرور ان يغرر شاب بفتاة او العكس احيانا تذهب لتخطب من عائلة تقول ماذا تدرس ابنتكم يقولون والله ابنتي دكتورة بعد حين تكتشف ان ابنتهم طالبة في المعهد الطبي يقولون كم عمر البنت يقول والله عمر البنت تساطعش سنة لما تأخذ دفتر العائلة او الهوية لتسجيل العقد في المحاكم واذا بالعمر تلاتة وعشرين سنة فيها تغرير بالشاب قل له ابنتي تلاتة وعشرين سنة وانت ايها الشاب احيانا شاب يأتي بسيارة فارهة يوقفها على فم دار اهل العروس ويعطيهم شيء من الزمامير حتى ينظروا من الشرفات الله اكبر سيارته فارهة واذا به مستأجر هذه السيارة لمدة ساعتين فاذا زوجوه على اثر موافقتهم على السيارة هذا الزواج مكروه ايها الاخوة تحدثنا اليوم عن حكم الزواج في الاسلام الزواج يكون مفروضا ويكون مسنونا ويكون حراما ويكون مكروها وفي كل واحدة حالات خاصة بها القاكم ان شاء الله في الحلقة القادمة مع الدورة التأهيلية للحياة الزوجية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة